هي المرة العاشرة التي يشارك فيها المغرب في المعرض الدولي للفلاحة بباريس هذه المشاركة التي تنظمها وكالة التنمية الفلاحية تحت اشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات تعكس المكانة العالية التي باتت تحتلها المنتوجات المحلية المغربية والتي استفادت من مخطط شامل يهم بشكل خاص تنمية تسويق هذه المنتجات تماشيا مع استراتيجية الجيل الاخضر 2020-2030 وتقوم ازيد من ثمانين تعاونية الفلاحية بالمعرض بعرض باقة غنية ومتنوعة من المنتوجات المحلية المغربية التي تمثل غنى وتراء جهات المغرب الاثني عشر وهي تتوزع ما بين الارجان والزعفران والتمور والنباتات العطرية والطبية والتوابل ويعد المعرض الدولي للفلاحة بباريس الذي انطلقت فعالياته سنة 1964 احد اكبر الملتقيات العالمية المخصصة للاغذية والفلاحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة